طيب بسرعة انطير لكريم أحمد ومعاها هشام محمد نجم الأهلي أهلا بك كريم مرة تانية مستبرين معاكو كالعادة كل مشاهدينا ومتابعين من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كابتن هشام محمد حكبتن فريقا للنادي الأهلي هشام نهاردة بقولك مبروك على المباراة كنا عايزين أهداف كتيرة لكن زي ما بنقول ده الجيم ودي ظروف المباراة عندنا غيابات وعندنا إصابات لكن مرحلة مليئة بالتحديات هشام حابب تقولي على الجيم النار الله يبارك فيك طبعا يا كريم والحمد لله ألف بروق على الفوز كنا حابين إن إحنا نزود الأهداف طبعا عشان يبقى فيه أريحية شوية في الماطش وأفتكر قدنا كويس إن ولعبنا فرقة كويسة كنا متخلين إن هي ممكن تبقى مستوى أضعف من كده بس لقلقنا فرقة كويسة بتلعب كورة ومسكين كورة كويس فالحمد لله يعني مكسب الحمد لله كويس كنا محتاجين الفرص اللي ضاعت مننا دي نترجمها أكتر من كده بحيث إن إحنا نبقى مستلحين إنك شوية تعرف في أفريقيا الأرضية بتبقى صعبة والظروف الجو فالحمد لله يعني بنحمد ربنا وإن شاء الله نركز وماتش العودة وإن شاء الله نقدر نسحط مدودة بإذن الله كل مرة عشان بنأكد عن فيه تلاحهم كبير جدا للمباريات عندنا مباريات النجوم ثم صفر بعد كده إلى أسيوبيا مرحلة صعبة على أفريقيا نادي الأهلي وعلى اللعيبة وعندنا إصابات كتيرة انت واح من كبات النادي الأهلي يعني بتشوف الأمر ده زي ومتشوف الأمور دي زي كابتا نشاء هو طبعا فترة صعبة جدا صعبة يعني فترة فيها تحديات وفيها صعوبات وفيها ظروف وفيها طبعا يعني إخفائك إحنا يعني توت أفريقيا كانت بالنسبة لنا حقا كبيرة جدا وكان هدف بالنسبة لنا فالحمد لله خلاص أفلنا الصفحة ده يتمركزين فترة فاتمة شاكلين بشكل كويس في الدوري الحمد لله النهاردة فوز برضو كويس لحد ما إن شاء الله نركز في ماتش النجوم في الدوري تاني بإذن الله وبعلي كان نبدأ نخش على ماتش العودة ربنا يكرمنا ونقدر نعمل نتيجة فيه كويسة والفترة زي متول صعبة يعني الواحد مش بيقول كده عشان بس يبقى حاجة بنحجج أو حاجة أو كده لا خالص بس ظروف زي ما انت شايف يعني أعتقد إحنا بإحنا برعش في بيوتنا يعني كل يوم تمرين وكل يومين معسكر وطبعا الغيابات اللي عندك والإصابات وكمل الغيابات الموجودة مؤسرها فيها طبعا إن شاء الله بإذن الله كل الناس على قادر المسؤولية وكله بيعمل عليه وكله بيشتغل وكله بيكتهد يعني سايبين أي حاجة وراء ظهرنا عشان خطر جمهور النادي الأهلي وعشان خطر فئتنا ومجلس دارتنا واللعيبة وكل الناس شغالة تعمل أحسن حاجة عندها إن شاء الله وفيها كابتن شان شكرا بنشكر أكيد طبعا كابتن شان محمد واحد من نجوم فريق النادي الأهلي وكابتن فريقا للنادي الأهلي الحمد للرب العالمين نهارده نقدر نقول نتيجة طيبة فريقا للنادي الأهلي بإذن الله زي ما أكدنا وأن تسعين ديال قادمة ستكون منصيب النادي الأهلي أداءا ونتيجة أسألك كل مشاهدين ومتابعين مع المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الأهلي الكابتن محمد يوسف